تسعة مائة مليار سنتيم هي قيمة الغلاف المالي الذي تم رصده لربط ولاية سيدي بالعباس بمحطات مياه البحر المحلات انطلاقا من ولايتي وهران وعينتي موشنت يعني أعطيهم بصفة رسمية لمغاطنين تعول ولاية سيدي بالعباس وهو تسجيل بصفة نهائية لعملية ربط ولاية سيدي بالعباس بمحطات تحليل المياه تحليل المياه البحر بصفة نهائية ان شاء الله هذا المشروع اللي رح يرزله غلاف مالي يقارب تسعة مليار دينار يعني تسعة مليار سنتيم المشروع الذي ظل حلم سكان الولاية منذ عقود طويلة لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين وقد يكون بما ثبت الحل النهائي لمشكلة تزويد بمياه الشرب سيدي بالعباس بيخفش عليكم باللي كانت عانة معانات حقيقية جراء السنوات الماضية جراء التذبذب الكبير في التموين بالمياه الحمد لله هذه القرارات هي قرارات نتمنوها وان شاء الله تكون غادي تكون في العام المقبل ان شاء الله ولضمان التوزيع المنتظم للمياه الشرب خلال هذه الفترة الحساسة تم اتخاذ جملة من الإجراءات أثبتت نجاعتها لحد الساعة على أمل أن يتم ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية اشتركوا في القناة